دعا النائب علي العرادية النائب الأول لرئيس مجلس النواب حكومة مملكة البحرين بمقاضة الحكومة القطرية لتورطها الصريح والمباشر في دعم الجماعات الراديكالية في مملكة البحرين والتي تورطت في أعمال العنف والإرهاب والتحريض عليه منذ العام 2011 وحتى اليوم ومؤكدا العرادي ضرورة المطالبة بتعويضات من الدوحة لكافة المتضررين من التورط القطري في دعم الإرهاب وطلب العرادي الحكومة البحرينية بتشكيل يجنى مركزية تتلقى شكاوى المواطنين المتضررين على وجه الخصوص والسرعة للنظر في حجم الأضرار التي لحقت بالوطن والمواطنين جراء الدعم القطري للإرهاب والجماعات المتطرفة وما تسببته من خسائر شتى وأن تكون ألية عمل اللجنة وإجراءاتها بالمعلومات الموثقة والأدلة والأرقام والإثباتات التي تؤكد حجم الضرر الذي تسببت في الدعم القطري للإرهاب وجماعاته فضلا عن تشكيل فريق قانوني متخصص لرفع دعاوة على إثر تدخل قطر السافر في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين ومخالفتها لقواعد حسن الجوار ومخالفتها الصريحة للمواثيق القانونية المحلية والإقليمية والدولية وكشف العرادي عن اتصالات ومشاورات تتم حاليا في أروقت المجلس النيابي لاتخاذ الخطوات القانونية المناسبة ضد الحكومة القطرية ومطالبتها بالتعويض وسيتم الكشف عن هذه الخطوات قريبا وأوضح العرادي أنه يوما ما بعد يوم تتكشف الحقائق والأدلة الصريحة والموثقة حول التورط القطري في أعمال الإرهاب التي شهدتها البلاد والتي راح ضحيتها العشرات بما فيهم شهداء الواجب فضلا عن الآلاف من المصابين إضافة إلى تضرر الأعمال التجارية في البلاد بشكل كبير وهو ما يستوجب الإسراع في المطالبة بتعويضات من الحكومة القطرية نتيجة لما قامت به من أفعال وتهور بدعم الجماعات الراديكالية وإرهابها والعودة بالحق الجنائي والمساءلة القانونية بما في ذلك طلب تدخل الانتربول لضمان مثول المتهمين أمام القضاء وشدد العرادي أن من مسئولية مجلس النواب حماية مصالح الدولة والمواطنين والتجار وكذلك رجال الأمن والمجتمع المدني من أي عمل يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة ويجب أن لا يتنازل المجلس عن المطالبة بحقوق الدولة ومواطنيها والمقيمين فيها وأن تطلب ذلك الأمر تحريك دعوة قضائية على المستوى الدولي ويجب أن تأخذ الإجراءات القانونية الرادعة مسارها الصحيح في هذا الخصوص وأكد العرادي أن السلطات القضائية في مملكة البحرين قامت بدورها بعد إعلان النائب العام البدء في التحقيقات إثرى نشر التسجيل السري الذي كشف تآمر رئيس الوزراء القطري السابق مع أمين عام جمعية الوفاق المنحلة بحكم قضائي والمحكوم عليه بقضايا إرهاب وقال إن مسئوليتنا كنواب التحرك نحو المطالبة المطالبة بتعويضات جراء الإرهاب المدعوم قطريا ويجب أن لا نكتفي بالضغط الإعلامي بل نعتزم القيام بتحرك جدي وقانوني محلي ودولي مشيرا العرادي بأن ما قمت به الحكومة القطرية من ممارسات ودعم للإرهاب والجماعات الراديكالية وما ثبت بالأدلة والبرهين يعاقب عليه القانون الدولي ويعتبر كل من شارك في عمليات الإرهاب ودعم لهذه العمليات وتمويلها والتحريض عليها بشكل مباشر بمثابة مجرم حرب وتجم قاضات أمام المحكمة الجنائية الدولية فضلا عن أن كافة القوانين والأعراف الدولية صريحة في ذلك الخصوص وأن ممثلي الشعب لن يقفوا مكتفي الأيدي في مواجهة من أراد لمملكتنا الغالية السوء وختم النائب الأول بيانه بأن الأقنعة قد سقطت وسقط معها إدعاء السلطات القطرية أنها مع استقرار مملكة البحرين ورخائها وأن الدعاء الأخيرة أنها كانت تمارس مهام الوساطة لم تعد تنطلي على أحد وخاصة وأن ليس لديها أي حق أو مسوق يسمع لها بذلك